طيب خليني أبدأ بالنادي الأهلي بقى النهاردة النادي الأهلي أو دارة النادي الأهلي يعني تقدمت بتلت شكاوى واحدة لتحد الكرة وواحدة ربطة الأندية واحدة للجنة الانضباط ضد رئيس نادي الزمالك لقيامه طبعا علنا جهارا نهارا بسب وشات محمود عبد المنعم كهرباء زي ما قلت لحضراتكم تلت شكاوى تقدموا اتحد الكرة وربطة الأندية المحترفة ولجنة الانضباط ضد رئيس نادي الزمالك لأنه من خلال طبعا وسائل إعلام مختلفة والناس كلها ومصر كلها تبعت وقناة نادي الزمالك الرسمية قام بسب وشات محمود عبد المنعم كهرباء بألفاظ يعاقب عليها القانون وتجوز مش بس في حق كهرباء لكن كمان في حق والديه وقام بالتحقير من اللاعب والتنمر عليه وصف والوصف الحقيقة يعني تشتم إرد بقى كلب صعلوق وابن كذا وابن كذا وابن كذا وتجاوزات الحقيقة تاخدش الحياة وكمان الحقيقة كمان تطول رئيس نادي الزمالك وقام بالاستهزاء وتطول على النادي الأهلي وعلى مجلس دارته زي ما حالتكم شايفين ده طبعا الأمر زي بقى النادي الأهلي ما بيقوله هو الأمر الذي يخالف كل المبادئ والقيم والقوانين ولوائح الاتحادين المصري والدولي الكرة القدم بل ويثير الفتن ويساعد على الاحتقان بين الجمهير الكروي وطالب النادي في شكوى بتطبيق اللواح بوصف رئيس نادي الزمالك الزمالك ممثلا لنادي أحد عناصر اللعبة وقدم الأهلي حفظة مستندات بتضم سيديهات أو ستوانات مدمجة بتحتوي طبعا على وقعة التجاوز والسب والقاطف والشتم اللي قام بيها رئيس نادي الزمالك في حق اللعب محمود كهربا والتحقير منه وده طبعا بالإضافة لسأته للنادي الأهلي وللمسؤولين فيه أنا عشان جمهور النادي الأهلي ما يزعلش مننا في أوقات كتيرة جدا وإحنا اللي نعرفه كتير وإحنا اللي نعرفه كتير ولو ترك لينا ربع المساح ربع المساح اللي بيتكلموا فيها في قناة أخرى عن النادي الأهلي لو فتح لنا الباب بس في ربع المساح إحنا هنقول فضائح وهنفضح الدنيا كلها إحنا عندنا كتير وكتير وكتير بس هو الأهل الحقيقة إدارة النادي الأهلي المحترمة وإدارة قناة النادي الأهلي المحترمة دايما مبدأها واضح لا علاقة لنا بالمنافسين لكن الحقيقة حقيقة إنه إحنا عندنا الكثير والكثير عن الجميع مش بكلم عن حد أو عن نادي بعينه لأنا بكلم عن الجميع لكن عمره مكان منهجنا وعمره مكان الصبع منهجنا